أهم حاجة عايز أقولها لك هي قوة اتخاذ القرار فكر كده كان عندك ظروف قبل كده في حياتك ولكن انت كان عندك قرار لما خدت القرار ده قرار صادق قرار قاطع قرار بيفصل الماضي عن المستقبل الحاجة دي انت عملتها هذه القوة قوة اتخاذ القرار موجودة عند كل واحد قاعد سمعني وبيشوفني دلوقتي أي حاجة مع الطلاق في حياتك مع ولادك في حياتك الشخصية في حياتك مع ربنا خد هذا القرار بمعقولة ربنا هتقدر ان انت تنفذ القرار ده لان كل ما كانت الحاجة اللي انت عايزها حسب مشيئة ربنا اكيد ربنا هيبعط لك قوة علشان تقدر ان انت تنفذ القرار حتى لو وقعت كمل واعرف منين انت وقعت وكمل مرة تانية